موسيقى موسيقى قضايا الزواج من القضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين تهتم بها الكنيسة أيضا ويهتم بها المجتمع عشان كده عايزة تحدث معاكم عن أهمية الزواج والأسر المسيحية خصوصا وسط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية اللي بيمر بها العالم عشان كده من الضروري نوضح مفاهمنا وقيامنا واستعالم ليث فيه ثابت إيه هو الزواج وإيه هي العائلة كتاب مؤدس بيتكلم عن تأسيس الزواج في سفر التكوين ويقول فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي لذلك يترك الرجل أبا وأمه والتسغ بإمرأته ويكونان جسدا وحدا في سفر التكوين أصحاح الثاني أعداد 23-24 إذن الكتاب المقدس يقدم الزواج باعتبار الحل الإلهي لحقيقة أنه ليس جيدا أن يكون آدم وحده والكتاب مقدس يستخدم كلمة معينا في تعريفه لحواء في سفر التكوين أصحاح الثاني والعدد العشرين والمعونة هنا تعني أن تحيط أو أن يحيط به أو يحميه أو يساعد الله خلق حواء لتكون إلى جوار آدم معينة ومساعدة له الكتاب مقدس بيؤكد أن الزواج يجعل الرجل والمرأة جسدا واحدا وده مهم والاتحاد يظهر بصورة واضحة في الاتحاد الجسدي في العلاقة الزوجية الحميمة والعهد الجديد يتكلم عن الاتحاد ده ويقول ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان بوليس الرسول بيتكلم عن الزواج الناجح في عدد من رسائله ففي رسالة أفاسوس أصحاح خمسة بيقول أن الزواج الكتاب الناجح يحتاج إلى قيام الأزواج والزوجات بأدوار معينة يقول الكتاب المقدس أيها النساء اخضعنا لرجال كنا كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأسه الكنيسة وهو مخلص الجسد ويكمل أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ويبرز الحقيقة الكتابية الواضحة ويقول من أجل هذا يترك الرجل أبا وأمه والتصغ بامرأتي ويكون الاثنان جسدا واحدا هذه المبادئ الكتابية عندما يطبقها الزوج والزوج المؤمنين في علاقتهم الزوجية تؤدي إلى علاقة زوجية قوية وصحيحة الزواج المؤسس على كلمة الله يجعل المسيح دائما هو رأس الزوج والزوجة معا مش رأس طرف واحد رأس الزوج والزوجة معا علشان كده كل زوج وزوجة مدعوين هذا أن يتذكروا معنى الزواج وأن يفتكروا دائما أن الزواج هو اتحاد كامل بين الزوجين بنفس المحبة التي اتحدى بها المسيح مع الكنيسة نحن لدينا فهم كتابي عميق هذا الزواج أنه علاقة مقدسة أنه عطية من الله ويصير الاثنان جسدا واحدا أنا بصلي لكل الأزواج والزوجات أو المقبلين على الزواج أن هذا المعنى اللهوتي والكتابي للزواج يكون واضحا في بداية العلاقة وأثنائها من أجل زواج الناجح